شرق لبنان يشتعل سلسلة تفجيرات ضربت بلدة القاع ذات الأغلبية المسيحية في قضاء بعلبك على الحدود مع سوريا كانت كفيلة بإشعال الوضع في المنطقة أربعة أشخاص فجروا أنفسهم صباح أمس الاثنين وتكررت الحادثة بأربعة آخرين فجروا أنفسهم أيضا بعد ساعات قليلة فقط في بلدة القاع فكانت حصيلة التفجيرات جميعها خمسة قتلى وثلاثة وعشرين جريحا بينهم عناصر من الجيش اللبناني لم تأتي ردة الفعل اللبنانية الحكومية والشعبية إزاء تلك التفجيرات بأقل من تلك التي حدثت قبل أيام عقب تفجير منطقة الركبان في الأردن والتي أدت لمزيد من التضييق على اللاجئين السوريين حادثة كثير عظيمة حادثة كثير قوية وكنا متخوفين منها من زمان بسبب وجود بسبب وجود العدد الكبير من النازحين في أرض الآخر الجيش اللبناني سرعان ما شن حملة مدهمات واعتقالات طالت عشرات الشبان السوريين في مخيمات اللاجئين على الحدود السورية حيث أوضحت مصادر علامية أن عدد المعتقلين فاق المئتي السوري الجيش علل اعتقالهم بأن وجودهم على الأراضي اللبنانية غير شرعي ولحيازتهم دراجات نارية غير مرخصة حظر للتجوال فرضه الجيش اللبناني وأعلنه محافظ بعلبك الهرمل على اللاجئين السوريين في كامل منطقة بعلبك دون أن يحدد فترة زمنية لانتهائها ردة الفعل لم تتوقف عند هذا الحد فكان لافتا تصريح وزير العمل اللبناني والمنتمي لحزب الكتائب الماروني سجعان قزي حيث قال إن الوقت ليس مفتوحا لبحث تنظيم إقامة النازحين في المخيمات بل لإعادتهم إلى أرضهم وضبط انتشارهم العشوائي الاستثمار السياسي للتفجيرات كان حاضرا بقوة بين الفرقاء اللبناني حزب الله استثمر تلك التفجيرات ليؤكد على أهمية حربه إلى جانب نظام الأسد ضد من وصفهم بالتكفيريين كل يوم نحن ويحين ساعدهم كيف يقدر ويدافع عن أنفسهم فيما لم تعلن أي جهة لحد الآن مسؤوليتها عن تلك التفجيرات تفجيرات يبدو أن عواقبها انصبت وبشكل كامل على عاتق السوريين النازحين في لبنان